محمد الله وبركاته النهاردة هنتكلم عن اشه مهمة جدا Biological failure in Crohn's disease ساعات كتير واحنا ماشيين مع العيان بتاع Crohn's disease نفاجأ ان البيولوجي اللي كان ماشي عليه العيان ما عادش يجاي من العيان يحصل له deterioration و activity وهو ماشي على البيولوجي اللي كان ماشي عليه قبل كده وكان جاي بالResponse وقبل ما نبتدي ونقول اي حاجة احنا محتاجين نعرف حاجة من حاجتي هو العيان ده Primary Non-Responsor ولا Secondary Non-Responsor وعلشان نعرف Primary Non-Responsor فاحنا لازم نتعرفين ان ده عيان من ساعة ما ابتدى الاندوكشن بتاعه وهو ما كانش كويس يعني فيه لاكوس لازم احنا مستريح من ساعة ما ابتدى الاندوكشن يعني العيان بيقول انا مش مستريح من ساعة ما ابتدى الاندوكشن وزين وان ويك يبتدي العيان يتحسن بعد ما ياخده واقلهم كمان التوفا التوفا ممكن بعد يومين من ابتداء الأورال ثيرابي تلاقي العيان جت Clinical Response فلو Clinical Response ده متأخر او مش جاي اساسا فبنقول ان العيان ده Primary Non-Responsor ليه بنقول عليه Primary لانه هو في الاندوكشن ده بياخد اتبر جرع ممكن تتاخد من العقار اللي هو الريميكيد المفليكسيماب ايمين او الاديليماب او الاندوكشن والجرعة الكبيرة دي ومش جاي بRespons ده Primary Non-Responsor طيب ام المين اللي هو لاكه في ريسبونس او بيحصل له Loss of Response او بيسموها Secondary Non-Responsor ده عيان كان كويس جدا هو بياخد الاندوكشن وكان ماشي حلو جدا وبعد كده Loss of Clinical Improvement وكمان البيوماركرز والبايو كيميكال بتاعه تده يطلخبط وفاجأة واحدة الاندوكشن العيان أنميك والاندوكشن الهموجند دروب ابتده يظهر والاندوكشن الكلب بروتيكتن ابتده يرفع تاني والاندوكشن الاندوكشوبك سيفيرتي أوف زيديز ابتدت تظهر ده Secondary Non-Responsor بعد ما كان جايب Primary Results وعايزين بردو نحفظ المعاني اللي ممكن نستخدمها او نحتاج ان احنا نستخدمها في l-IPDA ففي حاجة منهم اسمها Dosis Circulation انك تحاول تجيب اخر الدواء علشان تجيب منه احسن recommended dose ممكن تقول الناس عليها ان الدوز دي جابت response قبل ما تحاول تشفت على منظر صوت وخلينا نقول عيان ابتدينا معاه moderate to severe Crohn's disease وابتدى بالانفليكسيماب زي ما الناس بتبتدي سواء كان عنده بريئينال disease او من البداية ابتدى بالكسكيد من بدايته وخد الانفليكسيماب او كان عنده peripheral arthralgia وarthritis واكستر انتستانيال manifestation استوجبت ان هو ياخد القديل ايمان فالعين ده او ده لو لقيت ان هو قبل ما يخلص الاندكشن بتاعي مفيش اي improvement موجودة معاه فده primary failure وفي حالة primary failure دي انا عندي حل من حلين مش هكمل تاني في الانتيتي النف اللي انا بتريته انا محتاج حاجة زي الانتيفيو او الفيدلوزيماب او اليستيكنيماب اللي هو ستيلاب طيب لو العيان كان بادئ حلو وخد 0.26 والامور كويسة او 0.2 زي ما كنا بندي في الاديليماب والامور ماشية كويس والجرح حلوة وفجأة واحدة قولوا صدن لقينا العيان حصل فيه secondary failure clinical deterioration endoscopic deterioration biomarkers deterioration فاحنا هنقول لنفسنا نقف كده ونقول what about the therapeutic او drug monitoring بتاعه احنا عملنا الترف level بتاع drugs ولا وفي المرحلة دي لازم نعملها بصراحة علشان هنبني قواعد بناء على level بتاع الدرج فعلى سبيل المثال لو انا لقيت ان الترف level بتاع drugs واطي والعيان ده مش مكون اي antipody فانا ممكن اعمل lose circulation واحنا اتفقنا ان الاسيكوليشن انك تزود الجرح عشان توصل لأي clinical improvement قبل ما تسيب الدواء خالص وتقول عليه انه هو فلد فلو الكلام ده حصل مع الانفليكسيماب على جرعة خمسة نزودها عشرة لكل كيلو لو حصل مع القديليماب ممكن نزود برضو الجرعة علشان نعمة doubling حتى لها علشان نوصل لـ therapeutic level اللي احنا هنتابعه تاني بعد ما العيان يرجع ياخد الجرعة الأجهب وعلى سبيل المثال لو لقينا انه هو فيه كمان antipody تكونت مع level الواطي يبقى العيان ده محتاج حاجتين ان احنا نشفت على دواء تاني وان احنا نزود الانيون وديوليتر للدواء يعني لو العيان ده مثلا جاي بياخد انفليكسيماب وهو مودلته سيفير كرونز وفجأة واحدة بعد ما كان جاي برسبونس كويس في خلال السنة اللي فاتت فوجيت ان العيان فيه ساكندر افليا وعملت اطراف level فالقيته واطي ولقيت فيه انتيبودي كمان متكونة الجنس الانفليكسيماب فانا محتاج حاجتين عشان ان وجود الانتيبودي دي محتاج ان انا اضيف الانيون وموديوليتر وعشان الlevel كمان بتاع الانفليكسيماب واطي فبدل ما مش هينفع ان انا اضيف او اعمل دوز الساكنيشن لان فيه انتيبودي موجودة معايا فانا هغير بس طيب لو انا فوجيت ان العيان ده ان الlevel بتاعه وزن نورمال والlevel كويس وانه ما فيش اي انتيبودي متكونة او انتيدرج انتيبودي زي ما بيقولوا ففي الحالة دي العيان مش نافع فيه باقولش ومش هينفع فيه جروب اللي احنا بنستخدمه فاحنا محتاجين نغير على اليوستكني ماب او ان احنا نبدي الفيدلوزيمان وفيه الالجوريزم تاني علشان يشرح نفس الكلام ويسهلها في دماغ كل الناس اللي بتتعامل مع البيولوجي لو انا بدي عيان علاج بيولوجي وليقيت ان العيان فيه لاكوفرسبونس والسيمتوماتيك في ليرنج بتاعه ابتدى يظهر بصورة فجة وكمان الكلبروتكتن بتاع العيان ابتدى يرتفع والبيوماركرز الازر ابتدوا يرتفع زي والسر والإيد كمان ان الهيموجلوب اندروب ابتدى يحصل فالعيان ده في خلاص يعني بكل المستويات وبيوماركرز وكمان اندوسكوبي احنا محتاجين نراجع نفسنا السيربيوتيك ليفل بتاع بدرج ايه لو لقينا السيربيوتيك درج ليفل كويس وزين نورمل فهنشوف بعديها على طول detectable anti-drug antibody أو undetectable لو لقيت detectable anti-drug antibody فده بيسموها mechanistic failure احفظوا معلش الكلمات والمصطلحات mechanistic failure mechanistic we have to switch out of the class لانه آه الليفل كان كويس لكن متكون اجسام مضادة وبالتالي في بعض الناس تقولك الاجسام المضادة المتكونة ممكن يبقى فيه cross reaction ففي بعض الناس تقولك لا ده انت لو سمحت switch out of the class and consider immunosubrescent عشان الantibody اللي تكون دي كمان undetectable antibody وكان في السيربيوتيك ليفل بتاعه mechanistic failure برضو switch out of the class طيب ولو كان sub-serbiotic drug level فاحنا محتاجين نشوف هل في detectable anti-drug antibody ولا لا لو في detectable anti-drug antibody يبقى محتاج immunomodulator pharmacokinetics failure switch in the class غير في وسط الجروب لو بياخد انفليكسيماب ونقله على الاميرا والحاجات دي كلها وضيف معاهم immunosubrescent لو سمحت علشان عشان قصة auto-antibody اللي تكونت او anti-drug antibody undetectable يبقى ممكن تعمل those circulation وتزود الجرعة ياريت الكلام ده تعرف كلام مهم جدا في باولجيكسيماب فليان سلام